في ظل حالة الطوارئ التي أعلنت وأجبرت الأهالي والأطفال ملازمة منازلهم أطلق المعهد الفلسطيني للطفولة خطته للتأهيل الإلكتروني عن بعد والتي تضمن استمرارية جرسات العلاج والتأهيل والتطوير اللازمة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة منهم الأمر الذي من شأنه بثت طمأنينة في نفوس الأهالي والأطفال المعهد الفلسطيني للطفولة بالوقت الذي صار فيه إعلان أن يكون فيه هناك انقطاع للدوام ونتيجة الإحساس أن الفئة التي نتعامل معها هي فئة هشة وحساسة قامها ليس بإيقاف الدوام إنما بتغيير وطيرة العمل أخذ المعهد على عاتقه إجراء خطة بديلة تقدم ما نسبته 80% من أصل الخدمات المقدمة في الوضع الطبيعي تحديداً وأن المعهد يتعامل مع فئة حساسة وهي الأطفال ومن يعانون من طيف التوحد ووفر المعهد جلسات تقييم لحالة الطفل عن بعد إضافة لحصص تقدم إلكترونياً لكل طفل بشرنا في العملية التعليمية ابتداء من يوم الثلاثة اللي هو كان عشرة ثلاثة كان الإجراء عبارة عن نعمل حصص أونلاين لكل طفل على حدة بحيث يكون له كل طفل وقت معين بتكون المعلمة موجودة معاه بتعطيه المادة وبتشرح له المادة وطبعاً بتكون فيه مساعدة بتكون من الأهل اللي هي لضبط العملية التعليمية وحتى يكون الطفل كمان مهتم مع المعلمة طبعاً ما رح نوقف إنه مكتوفي الأياد وما رح نترك الأهل وما رح نترك الأطفال فحولنا التدخل اللي كنا هون نتدخلوا مع الأطفال في المعهد ليكون إشي أونلاين عن طريق السوشال ميديا مع الأهل ومع الستاف نفسه مع الطاقة تم الاتصال بجميع الأهالي وفعلي ونقاشهم وطمئنتهم وكمان سؤالهم عن شو التحديات اللي هلأ بواجهوها بالبيت مع الأطفال وإذا ظهرت أي سلوكيات سلبية عند الطفل وكيف يتعاملوا حتى إحنا يكون دورنا إنه نساعدهم إنه نبني خطة تعديل سلوك أو إنه نبني خطة للهدف اللي فعلياً هلأ هو بواجههم مشكلة بالبيت وكيف نساعد الأهل في إنهم يوصل لمرحلة الاستقرار وإنه التدخل السليم للطفل من هاي الناحية المعهد الفلسطيني للطفولة من أهم المؤسسات الوطنية العاملة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى الرغم من تعقيدات المرحلة يسعى المعهد لتكثيف جهوده للعمل بما يتلاءم مع الحاجة والوضع الراهن لفضائية النجاح ديانا زكريا اشتركوا في القناة